زيكم عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير? توقعات برج الجدي التالت اسبوع من شهر يناير الفين اربعة عشرين. والله بينا ندخل في الجيانب المهني. يحتاج كسير من مواليب برج الجدي الاسبوع ده التطوير من مهارتهم. المفروض ان يعني اللي انا فهمته من اللي قريته ان مواليب برج الجدي محتاجين انهم يطوروا من نفسهم. وانا شايف ان دي بعيد عن التوقعات دي حاجة صح بنسبة مليون في المية. التطور مهم جدا ومطلوب جدا وما فيش حد بيتنقل من مكان المكان افضل غير لو بيعرف يطور من نفسه ويضيف لنفسه دايما جديد. غير كمان ان في خلافات مع بعض الرؤساء داخل العمل الاسبوع ده برضو. والخلافات دي المفروض هيقدروا يتخطوها مواليب برج الجدي بمنتهى الحكمة. وفي حاجة تانية كمان مهمة ان في فرص عمل جديدة خلال الاسبوع ده. ربنا يوفقكم يديكم الحكمة ويقويكم. هدخل بقى عالجانب العاطفي هبدأ بالعزاب. علاقات جديدة بمعنى ايه علاقات جديدة? بمعنى ان فيه اجتماعيات جديدة هتكون من بداية الاسبوع. وكمان هيكون فيه فرص الارتباط بس فرص الارتباط هتكون بنسبة قليلة. الرغم ان هيكون فيه اجتماعيات كتير بس فرص الارتباط هتكون بنسبة قليلة. حاجة كمان عايز اقولها فرص الارتباط دي هتكون ما بين تقليدي وعن حب. يعني فيه فرص ارتباط ارتباط هيدخل هيبتدي قصة حب لعزاب برج الجدي وفيه كمان اه ارتباط هيكون تقليدي. ولكن كل ده المفروض انه بنسبة قليلا. ربنا يبعت لكل شاب وشابه الشخصية المناسبة اه انا مش شايف ان دي حاجة سلبية انا شايف دايما بقولها كتير الارتباط يجي بشكل سليم. ومع الاشخاص المناسبة احسن ما يجي بسرعة مع اشخاص تخلينا نندم اليوم اللي احنا شفناهم فيه. ادخل على المتزوجين والمرتبطين. خلافات ومشاحنات بين مواليب برج الجدي وبين الطرف التاني. او المرتبطين والمتزوجين يعني. وهتنتهي الخلافات دي على نهاية الاسبوع. الحقيقة مش مكتوب اسباب للخلافات دي. بس لو في حاجة حصلت واضطرت ان هتوصل للخلاف اتمنى اني الطرفين يحاولوا يوصلوا لحتة الاحترام. يعني ما نخليش الغضب ياخدنا ناحية الكلام جارح او كلام يوجع. بالعكس انت لو قدرت تتحكم في غضبك وانت قدرت يتحكم في غضبك تصدقوني. هتتعرف عدى الخلاف ده وهيتخطأ وهيكون كأنه لم يكن. هي الفكرة كلها بس الكلام اللي بيتقال وقت الخلاف هو اللي بيعلم لو كلام يوجع. ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل مرتبطين على الخير. ومفروض ان كمان يعني الخلاف ده هنتهي على نهاية الاسبوع. مش هيطول يعني. هدخل على الجانب العائلي. تجمعات عائلية بالنسبة متوسطة طول الاسبوع. الاسبوع ده عائلات مواليب برج الجدي هيتجمعوه. ولكن هيكون بنسبة متوسطة وانا شايف ان دي نسبة كويسة. لما تكون على اسبوع يعني سبع ايام تبقى نسبة كويسة جدا. ربنا يجمع كل عائلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة. هدخل بقى على الجانب المالي. دخل مادة اضافي هيكون سبب في آآ سداد احتياجات مواليب برج الجدي خلال الاسبوع. خلينا اقول برضو حاجة مهمة ربما الفت انتباهك او انتباهك لحاجة. الاحتياجات دي آآ اساسية ومهمة ولا آآ رفاهية. لو رفاهية نصيحة مني حاول تقلل منها وتقللي منها على قد ما تقدر. لو اساسية يعني حاجات مهمة واساسية ما ينفعش ان احنا نقلل منها يبقى خلاص. انا بس بلفت انتباهك. ربنا يوسع من رزق جميع. هدخل بقى على صحاب المشاريع. ارباح متوسطة طول الاسبوع. الاسبوع ده مشاريع مواليب برج الجدي المفروض انها هتحقق ارباح متوسطة. على فكرة دي حاجة ايجابية لان فيه ناس تانية بتحقق خسائر وفيه ناس تانية ما بتحققش ارباح. فدي حاجة كويسة بس ياريت يكون فيه ارباح ان شاء الله متوسطة. هدخل بقى على ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. هدخل بقى على الجانب التعليمي. بداية ظهور مؤشرات ايجابية لكتير من طلاب برج الجدي. يعني طلاب برج الجدي المفروض ان الاسبوع اللي هو التالت ده من شعر يناير هيكون فيه مؤشرات ايجابية. مؤشرات كويسة. اتمنى لهم ده. عايز اقول للشباب والبنات برضو ربنا معاكو. انا عارف ان فيه امتحانات. ركزوا دايما في امتحاناتكو. ما تحاولش تقلي اي حاجة تشوشل على افكارك. صاف في زهنك. وصاف في زهنك. للمادة اللي انت داخل عليها وبس. ان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة. دي كانت اقعاء برج الجدي لتالت اسبوع من شعر يناير الفين وعشرين. لو اعجبكم الكلام ده هتنسوش دعموني بلايك. لو مش مشترك او مشتركة تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها. متشكرا وليكو. السلام.